السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازاقه شبابي عامليني اه رب كلكوا تكونوا بخير معكم ساعد ودي فيديو جديد من شرحات كوينماستر النهاردة بداية السيمبل الفنتيج جديد السيمبل تين طبعا العادي بتاعه علامة تجيب لك واحد علامتين تجيب لك علامتين وثلاثة تجد رفع عشر طبعا جراند اللي هو الزغير دوت تعتبر احسن جراند تمسك منه سبنات لانه بيبقى طالب منك نص اللي بيدهولك وانت بتاخد مثلا اربعين الف مع البونس بيبقى اربع تلاف اقل حاجة بتاخد اربعة واربعين الف وبيبقى طالب منك عشرين الف وهكذا بقى فاحسن جراند تاخد منه سبنات بس لازم تبقى زابط حالك يعني ممكن تبقى داخل مثلا زي ما انا عامل كده انا محاول شوية حاجات من اليفينت اللي فات ما استلمتهمش او مش هستلمهم عشان لسه ما استلمتهمش اصلا الا بعد اليفينت ما يبدأ يدخل الجراند المسافرين وبعد كده بقى ايه تستلم براحتك يعني انا عامل شوية انجازات هنا فيه صندوق جوكر وشوية انجازات وفيه بردو صندوق فوق هاخده لما كمل 500 في الانجازات يعني ايه تسيب الانجازات اللي بتديك اسبنات السنديق الحاجات دي وليه صندوق هنا تاني وفيه بيه طبعا ايه انجازات خلصانة بردو بعد كده انت تحاول تجمع على قد ما تقدر اسبنات تاخدها بعد اليفينت ما يبدأ بحيث ان تدخل ايفينت جراند صغير وتبدأ بشوية اسبنات كويسة فده يديك دفع لقدام معي كمان هنا هنا جوكر ده غير صندوق التيم معي بان لسه صندوق التيم عشر تلاف قال لي حاجة ما اخدتهش بردو لسه طبعا انا ما استلمتش ليه مع ان اليفينت بدأ انا مستني اللي هو اليفينت اللي بييجي عالجنب ده اللي هو بيديك زيادة 50% على الكروت ليه لان سنديق الجوكر دي وسنديق وصندوق التيم وسنديق الكلام ده كله بيديك جوكر فنسبته بيبقى اعلى لو انت فتحته في اللي هو ايه عرض الخمسين في المية زيادة كروت ده بدل الجوكر ما يديك تمن كروت يديك اتناشر فنسبة انه يطلع لك جوكر بتبقى اكبر طبعا انا مستني الله اعلم هينزل امتى احتمال ينزل للفاجر يعني وكده كده عموما احسن حاجة تستنى تلعب مع ايه مع السحابة بتاعت التوكن طبعا احنا عارفين الكلام ده سحابة التوكن اهم حاجة ليه تاخد توكن منها وانت بتلعب فبتعوضك لو ايه لو الدنيا ايه قلت معك شوية في ناس انا شفتها نزل لها السحابة اول يوم طبعا دول بدأوا لعب عادي لان السحابة بتقعد ايه يوم ونص ولا حاجة فايه هم بدأوا لعب في ناس نزل لها مثلا افنتات تانية خالص يعني نزل لها افنت اللي هو بتاع الجواهر ده نشفتوش عند حد كتير بيدي الجواهر بس طبعا الافنت اللي فات كان مدعاكي الجواهر الناس جمعي الجواهر بالهبل طبعا انا ايه خرفت شوية فمعرفتش ايه التلتمائة الف سبن اللي كانوا معايا لانا كنت مجمعهم من الافنت السيمبل اللي قابله اه ما جابوليش جواهر كتير او جابولي جواهر وانا صرفتها واللي فضل معايا شوية الجواهر دول يعني فانا حاول ايه ما اصرفهمش وبردو الشجرة دي حاولت برضو امسك على الصندوق اللي فيها بحيث ان انا ايه اخدوا بعد الافنت ما يبدأ لسه برضو ما اخدتوش مستني ايه زي ما مولت الحدث بتاع الكروت ده الصندوق ده برضو كويس ممكن يديني جوكر وهيديني ايه حوالي 3 تلافذ بيننا ولا حاجة اهم حاجة في الافنت الشجرة دوت كل ست ساعات او كل ما تفتح تدخل تجمع ايه اللي الشجرة عملاه طبعا ده فري اعتبر انت حاجة ما ما بتتعبش فيها مجرد انت الشجرة كل ست ساعات تدخل تجمع اللي هي بتاع بتتجيبه انا هنزل الطرق هي طرق كتيرة بس يعني ايه طرق ان شاء الله كويسة انا هتنامت الطريقة منهم اللي هي البعيدة لان احسن حاجة الطريقة البعيدة هي او هتزهقك وهيجيلك 20 مرة و30 مرة مثلا في درب قليل ودرب متوسط بس يوم هيبعد معاك مش هيسفرك فاني اهم حاجة ان انت متسفرش في اللعبة فلو عندك صبر اعتمر للطريقة البعيدة لو السيمبل بيجي معاك على طول قريب اعتمر ليه الطرق ايه الطريقة بالطرق التانية طبعا الطرق دي انا اخيتها من من جروب كوينماستر ايجيبت هنزل الصورة بتاعته وهنزل الكوبتان الراجل المحترم اللي تعبان في الطرق دي عشان لازم برضو نعمله منشن الطرق دي انا اخيتها منه والبوست بتاعه طبعا هنزل لك صورة لي دلوقتي والبوست وصورة للجروب وبمنشل لهم وبشكرهم والناس المحترمة اللي هي تساعد اي احد اي حاجة انت عايزها الجروب موجود تسأل على اي حاجة هيردوا عليك اي طرق لعب اي حاجة ان شاء الله لو عادت تتكلمهم من الصبح الناس بصراحة يعني ايه فوق العشرة على العشرة انا هنزل الطرق الطرق دي كلها متمنشنة ليه الراجل المحترم اللي تعبان فيها او بكتب فيها وشرح فيها قلت ايه هنزل الطرق بتاعته وكلنا نستفاد هنا دي طريقة اللي هما دخلين مسفرين دخلين مسفرين طريقة ما تخسركش كتير هنيدرب كتير في واحد بس طريقة ما تخسركش كتير وطبعا الشرح مكتوب فوق كل طريقة هو يعتبر نفس الشرح اللي هو مثلا انت لما بتوصل في الاخر ما بتفضلش تضرب في ضرب عالي بتفضل تطالع نازل طالع نازل بحيس ان انت ما تصفرش انت الطريقة اللي هتمشي معاك اعمل لها سكرين شوت وقراها مرة 2-3 قبل ما تلعب بها وجربها ماشيت معاك ماشيت ماشيتش لقيت السيمبل بيجيلك بدري بيجيلك متأخر بيجيلك بتاعك انت لازم تزبط طريقتك لان كل اكاونت وليه طريقة وكل اكاونت وليه دنيته فانت هتحاول مع الوقت هتلاقي نفسك زبط الاكاونت بتاعك دي اول حاجة طريقة المسافرين زي ما احنا شايفين كده هنقرى الكابشن المكتوب فوقيها هنفهم الدنيا ماشية ازاي تاني طريقة اللي بيجيله السيمبل في المية وخمسين ده بيجيله بدري بدري جامل يعني مية وخمسين دي بدري فهتلعب بالطريقة المكتوبة دي وبردو تطبع نازل في الاخر علشان ما تصفرش على حسب زبناتك بردو هنا طبعا دي طريقة بردو اللي بيجيله ايه ما بين المية وتمانين ومتين وعشر ده اكتر الناس يعني اكتر الناس بيجي لها بالزد في الايه في البرات القليلة القريبة دي اللي هي الزغيرة يعني قبل ما يتلعبها بار مية وخمسين ومية وخمسين والكلام ده ودي الطريقة البعيدة اللي انا بنصح بها الطريقة البعيدة دي بقى هيا دي ايه اللوب بتاع الموضوع انت لو عندك صبر ولعبت بالطريقة دي احتمال كبير يعني ايه تسانين في المية خمسة وتسعين في المية مش هتصفر لان هي الطريقة اصلا بتوصلك لابعد حاجة ممكن السمبول يوصلها متين وتمانينhões متين وتسعين تلتمية ان شاء الله انت لو لعبت بالطريقة دي يعني مش هايز اقول دمان مية في المية عشان ما فيش الى 95% هتنمزك الزبنات وليس هتصفر طبعا اهم حاجة برضو نبص على اللي احنا لو معنا كام يبقى خيرنا ضرب كام علشان ما نرفعش رهان عالفودي يعني انا لو معي 100 الف ما روحش ارفع رهان اربعة تلاف هلعب اربعة خمس ضربات هلاقي نفسي نص الزبنات راحي فما ينفعش فانا انا شوف انا معي كام ومرفع شرهان زيادة عن اللزوم بحس لو السيمبل عملها معي يبقى انا معي ايه؟ معي اللي يكفيني واللي يعوضني بعد كده فانت لو معيك من خمس تلاف او اقل من خمس تلاف لحد عشرين الف خليك في ضربة مية وخمسين معك خمسين الف كل ما تزيد في اللزبنات زود في الضرب اللي بعديه ماشي واحدة واحدة هي اللعبة واحدة واحدة يعني اللعبة السيزون اللي موجودة اربع ايام فانت مش لازم تخلص في اول يوم تلعب ساعة وخلاص وتلاقي نفسك مع عجلس بنات مفيش حاجة اسمها كده في حاجة اسمها صبر ولعب واحدة واحدة انت قسم لعبك على اربع ايام بتوع اليفنت يعني النهاردة عقود لعب ساعة الساعة دي العبها بالطريقة الطويلة اه السيمبل هيجيلك مرة مرتين تلاتة عشرة قريب بس هتمسكه في ضرب علي مرة هتلاقي نفسك ايه خلصت بار خلصت بارين هدي نفسك واستنى لحدة بكرة لعب البرين اللي بعده او البرين اللي بعده كده هكذا متتغطش نفسك في نفس اليوم وتزهق وتصفر انت كده هتصفر مثلا لو انت دغطت نفسك في نفس اليوم هتصفر وتقعد بقى اليفنت ما تلعبش متبعانكش حاجة تلعب بيها تبقى ليه تبقى انت ايه قسم لعبك على اربع ايام وبس تبقى اسمك بتلعب وبتتسلى وفي نفس الوقت ايه هتطلع عدد ازبنات محترم طبعا ده كل اللي عندنا في فيديو النهاردة متنسانيش باللايك والاشتراك في القناة لو ان كنت جديد معنا وكتب لي كومنت تعرفني ان انت الدنيا ماشي معك ازاي واي سؤال سيبهوا لي في الكومنت وان شاء الله انا بارد على كل الكومنتات اول ما افتح القناة بارد افتح القناة بارد على الكومنتات الموجودة متأخرش عن حد شرفتوني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته